اكتر دعمات موجودة ايه او اكتر دعمات بتبقى مطلوبة اكتر او هدك شايف انها بتبقى مرجحة ممتاز هو احنا لما نقول في بلادنا احنا على اساس ان دعمات الهايدراليك بتبقى غالية شوية مكلفة مثلا اه اه مكلفة فبنقول المارينة هي الاكثر لكن لما نجي للتفضيل اللي هو على اساس علمي او على حيسيات هنقول برضو المارينة هي الافضل لانا ما عنديش مشاكل الهايدراليك اللي بتحصل المارينة ده قطعة مصمتة هيحصل لها ايه اعطها في الجسم تقعد مدى الحياة بتقعد مدى الحياة بتقعد مدى الحياة مدى الحياة ملاش اي اثار جانبية دكتور خالص اخر سؤال لحضراتك برضو دعمات المارينة حضراتك قلت دعمات بتبقى سبتة على طول تمام بتبقى مدى الحياة الهايدراليك الهايدراليك مهما طورت فيها الشركات فالقطعة الداخلية بتاعتها لانها قطعة مفرغة فوارد ان يحصل فيها تلف كانوا زمان الشركات بتدي ضمان من خمسة الى عشر سنوات دلوقت يقال لك احنا بندي ضمان مدى الحياة دي انا بسميها كده بالبلد فردة سدر ملاش اي معنى ما هي كده كده هبوز يعني انت عملت فيها ايه هبوز برضو هتحتاج تغيرها خطعة مصمتة هيحصل لها ايه اكي طب